اشتركوا في القناة في غضون ذلك افاد مصدر امني بان قوات تنظيم الدولة تواصل ضغطها العسكري على المدينة بهدف عزل قاعدة عين الاسد الجوية العسكرية ذات الاهمية الاستراتيجية الفائقة والمصنفة الاكبر في العراق وقد تضاربت الانباء حول مصير هذه القاعدة التي تقع على بعد كيلومترات من البغدادي وتضم مطارا عسكريا وموقعا لتدريب القوات العراقية باشراف مئات المستشارين الامريكيين وقد اصبحت وفقا للمصدر في مرمى نيران تنظيم الدولة الذي شارع في قصفها وفق صور بثتها مواقع مقربة من التنظيم لكن الجيش نفى ذلك واكد ان قواته تمكنت من وقف تقدم مقاتلي التنظيم باتجاه القاعدة الا ان اصوات الانفجارات واطلاق الرصاص وفقا لمصدر امني في البغدادي تجددت في محيط قاعدة عين الاسد ورجح ان يكون التنظيم قد عاود هجومه عليها بزخم عسكري اكبر ينضم الينا من اربيل مراسل الجزيرة وليد ابراهيم وليد ما مصير قاعدة عين الاسد الان لما لهذه القاعدة من اهمية كبيرة على ما يبدو محمود اذا انطلقنا من البيان المقتضب والذي لم يتضمن اي تفاصيل والذي اصرته وزارة الدفاع العراقية فانه يعطي مؤشرات قوية على ان هذه القاعدة بالت الان عرض لهجوم مسلح كبير يشنه مقاتل التنظيم وان الاحاديث التي تم تدولها يوم امس واليوم ان مقاتل التنظيم باتوا على مقربة من القاعدة هي احاديث مؤكدة وزارة الدفاع العراقية وان كانت قد اعلنت ان مقاتلها احبطوا هذا الهجوم وان ثمانية مسلحين انتحاريين حاولوا الاقتراب من القاعدة تم قتلهم لكن المصادر من جهة اخرى من الطرف الاخر تحمل تفاصيل اخرى غير التي ذكرتها وزارة الدفاع قبل قليل جاءت مصادر من المدينة تقول ان هناك كان هجوما مدبرا كبيرا شنه مقاتل التنظيم الدولة وانها استخدمت في هذا الهجوم ثمانية شاحنات مصفحة ومدرعة ومفقخة كان يقودها ثمانية انتحاريون تمكن هؤلاء من الوصول الى الجدار او السواتر الامامية التي كانت القوات العراقية قد اعدتها من قبل لدفاع عن القاعدة وفجروا انفسهم والمصادر تقول ان هذه التفجيرات تمكنت من احداث جدار او ثغرة في الجدار المقيم حول القاعدة وان المعارك هذا هو المهم بالموضوع وان المعارك الان تدور داخل القاعدة لا تفاصيل عن ما هو الجزء الذي تمكن مقاتلوه التنظيم من السيطرة عليه داخل القاعدة ما هو حجم الضحايا ما هي الاصابات التي تكبدتها القوات الحكومية او حتى المنشآت داخل القاعدة حتى لحظة لا تفاصيل عن الموضوع كل ما هو متوفر حتى اللحظة ان وزارة الدفاع العراقية قد اعترفت ان هناك هجوما مسلح عن السيطرة القاعدة وانها افشرته لكن الطرف الاخر يقول ان هذا الهجوم نجح وان الاشتباكات تجمع حاليا داخل القاعدة وليد ان لم تشير الى ان هناك اكثر من ثلاثمائة جندي من مشات البحرية الامريكية يقيمون في هذه القاعدة او موجودون في هذه القاعدة لتدريب قوات الامن العراقية هل هناك اي بيان امريكي حول ما يجري هناك حتى اللحظة لا تفاصيل لا تفاصيل من حكومة بغداد في بغداد ولا تفاصيل سوى البيان الذي اعلنته وزارة الدفاع العراقية ولا حتى المصادر الامريكية حاولنا التواصل مع المصادر الامريكية في بغداد لكنهم حتى اللحظة احجموا عن اعطاء اي ردفعل او اي تفاصيل عن الحدث صحيح ان القاعدة تضم المئات من المستشارين الامريكان والمستشارين اخرين من جنسيات اجنبية كانوا قد وصلوا الى القاعدة قبل فترة ليست بالقصيرة وهم يقدمون التدريب والمشهور للقوات العراقية لكن ما هو مصيرهم لا احد يعرف حتى اللحظة هناك مصادر قد تحدثت يوم امس وصباح اليوم ان قوات برية للتحالف الغربي شاركت في صد الهجوم وخاصة الهجوم الذي يحدث على قاعدة البغدادي لكن احجام السلطات الرسمية في بغداد وايضا احجام المصادر الامريكية عن اعطاء تفاصيل يجعل من الموضوع فيه كثير من الغموض وكثير من تفاصيل هذا الموضوع ما زالت غامضة وغير واضحة حتى اللحظة وليد ابراهيم من اربيل شكرا جزيلا لك شكرا